أحببت أن أبلغكم بعض المعاني التي أنا تذوقتها واستمتعت بها والحقيقة عملت بمقتضاها أيضا هذه الآية تريح النفس أيها الأحبة هذه الآية تحدد لك هدفا في حياتك علماء النفس يقولون أسعد إنسان على وجه الأرض هو الذي يضع هدفا محددا ثم يسعى لتحقيق هذا الهدف هذه الآية تضع لك هدفا مباشرا وتقول لك كيف تحققه استمع معي إلى آخر آية من سورة العنكبوت واحفظها رجاء لأنها قد تغير حياتك لأن كل كلمة من كلمات هذه الآية فيها سر وفيها إعجاز وفيها دلالات وتؤثر في حياتك مباشرة والذين جاهدوا فينا الكلام هنا لله عز وجل الخالق سبحانه وتعالى الملك الذي بلغنا هذه الآية من خلال حبيبكم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى والذين جاهدوا فينا هنا الآية تصف لنا فئة من الناس وهذه الفئة للأسف اليوم قليلة جدا فكن أنت من هذه الفئة القليلة لأن الله يقول وقليل من عبادي الشكور والله تعالى يقول ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يشكرون فالقليل فقط هم من يوفقه الله لتطبيق هذه الآية فكن أنت منهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين سنتأمل هذه الكلمات كلمة كلمة انظر أخي الحبيب والذين جاهدوا فينا ما معنى هذا الكلام أنا طبعا سأقول لك كيف أنا فهمت هذه الآية كل عمل أقوم به يجب أن يكون لله عز وجل إذا تاجرت في تجارة معينة بعت أو اشتريت أعتبر هذا العمل لله سبحانه وتعالى إذا أكلت طعاما أعتبره لأتقوى على طاعة الله فهو في سبيل الله إذا آذان أحد أصبر عليه ابتغاء وجه الله والذين جاهدوا فينا ما معنى جاهدوا يعني جاهد نفسه وصبر وتحمل وجعل هدفا أمامه هو الله ما معنى والذين جاهدوا فينا أي في الله واصبر وما صبرك إلا بالله عندما أصبر أصبر لله عز وجل إذا مرضت أعتبر أن هذا المرض أصابني هو في سبيل الله سأصبر من أجل الله عز وجل أن يغفر لي ويرفع درجتي ويطهرني بهذا المرض ولأنجح في هذا الاختبار أو هذا البلاء أو الابتلاء فإذا أيها الأحبة والذين جاهدوا فينا تحدد لك هدفك في الحياة عندما أسافر لعمل معين يجب أن أتوجه إلى الله عز وجل وأقول يا رب سفر هذا هو من أجلك فوفقني لما تحبه أنت وترضاه أنت سبحانك عندما أجمع المال أجمعه من أجل الله لأنفق في سبيل الله لأنفق على العيال والأولاد وهو في سبيل الله أيضا لأعف نفسي عن مسألة الناس عندما تدرس وتتعلم تقول يا رب أنا سأتعلم هذا العلم مهما كان نوع العلم في الطب والهندسة والرياضيات والاقتصاد والتجارة وغير ذلك أنا سأبتغي وجهك الكريم من خلال هذا العلم فأعني أن أسخر هذا العلم لخدمة دينك وقرآنك والدعوة إليك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أفضل كلمة تقولها أخي الحبيب هي دعوة في سبيل الله نشر للعلم النافع أن تنشر معلومة نافعين استفيد منها الناس لا أن تكتم العلم من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك أحذر أن تستأثر بالعلم لنفسك أن تمنع معلومة عن الناس هذا ليس في مصلحتك إذا مشيت في قضاء حاجة إنسان يجب أن يكون هدفك إرضاء الله عز وجل يجب أن يكون هدفك إرضاء الله سبحانه وتعالى طبعا هذه الآية ستغير حياتك بالكامل اليوم معظم الناس يتعاملون بالبيزنس يعني أنا لي مصلحة مع فلان ورأيت رقمه هنا أرد عليه ليس لي مصلحة لا أرد عليه إنسان سأستفيد منه أصادقه إنسان لا فائدة منه لا أصادقه أقصد فائدة مادية يعني قليل من يفكر بالمحبة في الله أن يكون لك لديك علاقة من أجل الله المتحابون في جلالي كما في الحديث القدسي المتحابون في جلالي في جلال الله عز وجل أي تحب الإنسان من أجل الله ليس لأي مصلحة أخرى ما مصيرهم يوم القيامة ما هو وضعهم على منابر من نور يوم القيامة منابر من نور نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم والذين جاهدوا فينا عندما تضع هدفا أمامك هو مرضات الله وتسخر حياتك من أجل هذا الهدف لترضي الله عز وجل طيب ما هي النتيجة لنهدينهم سبلنا هنا النتيجة الرائعة الله لا يضيع لك هذا التعب أخي الحبيب أنت إذا قدمت خدمة لإنسان فإن هذا الإنسان الضعيف يحمل لك هذا الجميل طوال عمره ويرده لك ويذكرك بالخير طيب كيف برب الكون سبحانه وتعالى عندما تسخر حياتك لمرضات الله عز وجل هل سيتركك هل سيعطي الملحد والكافر والمنكر والمشكك والجاحد ويترك عبدا سخر حياته من أجل الله اللهم أنت ستكون أخي الحبيب في هذه الحالة من أولياء الله الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون أي خوف يحيط بك سيتبخر بمجرد أن تصبح وليا لله لا خوف عليهم ولهم يحزنون طيب من هؤلاء الذين آمنوا وكانوا يتقون طيب هل هناك صعوبة أن تؤمن وتتق الله يعني هل من الصعب أن أعتقد بوجود الله وأقتنع بأن القرآن هو كلام الله وأؤمن بكل ما جاء في هذا القرآن هل هذا صعب طبعا لا أي واحد يستطيع أن يؤمن ولكن للأسف الشيطان يطغي معظم الناس الذين آمنوا وكانوا يتقون طيب ماذا يعني يتقون أنا أخاف عذاب الله أخاف أن أظلم إنسان خوفا من عذاب الله أخاف أن أكل الربا خوفا من عذاب الله أخاف أتقي الشبهات أتقي ظلم الناس خوفا من الله عز وجل طيب هل هذه العملية صعبة ليست صعبة يعني هل إذا قلت لك امتنع عن السرقة هل هذه القضية صعبة ليست صعبة قضية التقوى سهلة جدا أيها الأحبة أي واحد يمكن أن يكون من المتقين بسهولة فقط لا تؤذي أحدا أحب الخير للناس انظر ماذا يريد الله منك والقضية ليست قشور أحبتي في الله المهم القلب ماذا في قلبك إن الله لا ينظر إلى صوركم وإسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم الله يريد التقوى منك يريد ماذا في قلبك الشكل الخارجي المنافقون أشكالهم أفضل مني ومنك تجد أن الزي الإسلامي والالتزام والكلام وكذا وهو منافق لذلك الشكل ليس له أي قيمة الشكل الخارجي الذي يهم هو الخلب لذلك أخي الحبيب أنت عندما تلتزم بما أمرك الله أنت من المتقين بكل بساطة لا تزني هل هذه العملية صعبة لا تنظر إلى ما حرم الله لا تتجسس لا تغتب أحدا لا تأكل مال أحد كلها قضايا بسيطة على فكرين وهي لمصلحتك الصدق يعني أن تكون صادقا في معاملاتك لا تغش الناس هل هذه قضية صعبة ليست صعبة سهلة جدا ولكن لماذا تبدو هذه الأشياء غريبة اليوم لماذا يبدو الإنسان الصادق اليوم كائن غريب لأن ثقافتنا والإعلام العالمي والتكنولوجيا الرقمية هذه شوهت المفاهيم فأصبحنا ننظر للإنسان الصادق الطيب المتواضع نقول هذا مسكين هذا كذا والإنسان الكاذب الذي يأكل أموال نقول هذا ذكي اختلفت المفاهيم فالتقوى هو مفهوم بسيط جدا وتطبيق التقوى سهل جدا صدقني وقرأ القرآن الكريم والله عز وجل يغفر للمتقين حتى إذا ارتكب الفاحشة يعني إنسان ارتكب الفاحشة وهو من المتقين نعم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن لمن اقرأ الآية في سورة آل عمران أعدت للمتقين طب هؤلاء المتقين لهم صفات ينفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس يعني صعب أن تعفو عن إنسان أساءلك صعب أن تنفق القليل في سبيل الله صعب أن تخفي غيظك وحقدك وتتخلص من كره الآخرين وحب الانتقام والغيظ والحقد تخلص منه ليست قضية صعبة والعافين عن الناس والله يحب المحسن والذين إذا فعلوا فاحشة طب إنسان تقي يفعل فاحشة ممكن أن يخطئ كل ابن آدم خطى أيها الأحبة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم جنات تجريم تحتها الأنهار فإذا القضية يعني أنا لا أدري لماذا بعض الناس يعقد الإسلام بسيط جدا أخي الحبي أي واحد يستطيع أن يطبق كل تعاليم الإسلام ببساطة حتى لو أخطأ ومهما فعل من الذنوب الله يمحو هذه الذنوب وتعود أنت من المتقين مهما ارتكبت من أخطاء قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا انتهينا كل شيء إنه هو الغفور الرحيم إذن أخي الحبيب يجب أن تحفظ هذه الآية الآن معي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا عندما تصل تضع هذا الهدف أمامك وتسعى لتحقيقي وهو مرضات الله عز وجل ماذا يرضي الله أطبقه ما هو الشيء الذي يحبه الله أن أعمله ما هو الشيء الذي يغضب الله أبتعد عنه معادلة بسيطة جدا لنهدينهم سبلنا السبل هي الطرق السبيل هو الطريق يهديك الله لحل مشاكلك يهديك الله للرزق الصحيح يهديك الله للنجاة من ظلم الآخرين يهديك الله للزوجة الصالحة يهديك الله أو يهديك الله للزوجة الصالح يهديك الله للعمل الصحيح إذا توجهت في تجارتك في سفرك في دراستك يهديك للقرار الصحيح لنهدينهم سبلنا وانظر معي إلى خاتمة الآية كم هي رائعة وإن الله لمع المحسنين اللام هنا للتأكيد يؤكد لك ثق أن الله معك الآن أنا أتحدث معكم أنا أثق أن الله معي قريب مني يسمعني يستجيب دعائي يراني يحفظني لا ينساني عز وجل حاش له أن ينسى إنسانا يقول يا رب هذه الثقة يجب أن تزرعها في داخلك سترتاح جدا أخي الحبيب وإلا البديل هو الشيطان الشيطان مثل وحش مفترس طالما أنك أسلمت وجهك لله وعملت على مرضات الله وأصبح هدفك هو الله عز وجل أنت بعيد عن الشيطان بمجرد أن تركت هذا الأمر سيفترسك الشيطان ويغرقك في مستنقع الدنيا مستنقع من الخوف الشيطان يعيدكم الفقر مستنقع من الفقر إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إذن انظر معي هنا وإن الله إن هنا للتأكيد أيضا وسيلة التأكيد واللام للتأكيد اللام في كلمة لمع لم يقل إن الله مع المحسن قال لمع المحسن يعني التأكيد آخر طيب من هؤلاء المحسنون كيف أكون من المحسنين القضية بسيطة أيها الأحبة في الآية التي ذكرناها الذين ينفقون في السراء والضراء أنفق مهما كان وضعك ضيقا أنفق إن لم تجد ما تنفقه من المال تصدق بابتسامة تصدق بكلمة طيبة أصلح بين إثنين تستطيع أن تفعل الخير والكاظمين الغيظ لا تظهر حق بل أكتم هذا الحقد وألغي هذا الحقد لا تحقد على أحد والعافين عن الناس تعلم ثقافة العاف أعفو عن الناس ليعفو عنك الله سبحانه وتعالى طيب إذا فعلت ذلك تكون من المحسنين لأن الله يقول بعد ذلك والله يحب المحسنين فالإحسان أخي الحبيب كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك ترى تدبرنا الآن لهذه الآية هذه الآية تقول لك إن الله معك إن الله لا مع المحسنين فكأنك تراه قريبا منك فأنت عندما تدرك أن الله يراك ويعلم كل فكرة في دماغك ويعلم كل شيء أنت الآن أصبحت في رعاية الله لا تحقد على أحد أصبحت تعفو ابتغاء وجه الله فمن عفى وأصلح فأجره على الله أصبحت حياتك من أجل الله فيكون الله معك إذا أردت أن تحصل على معية الله فاجعل حياتك عبارة عن جهاد في الله صبر وتحمل وفيها متعة صدقني أخي الحبيب حتى الإنسان عندما يمرض ويعتبر أن مرضه هذا هو في سبيل الله هو تطهير له هو اللي رفع درجاته عند الله هو لمرضات الله صدقني يستمتع ويصبر وهو راضي سيدنا يعقوب وأختم بهذا المثال لكي لا أطل عليكم فقد ابنه وقالوا له أكله الذئب وجاءوا على قميصه بدم كذب وهو يعلم أنهم كاذبون وقبل ذلك اتهموه بالضلال قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين وتآمروا على ابنه المدلل يوسف عليه السلام على رغم من ذلك هذا النبي الكريم الصابر يعقوب عليه السلام ماذا قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجه نظرته لله عزيزي لأن الله معه فلذلك أنا أريدك أخي الحبيب في كل حياتك أن تتخذ هذه الآية شعارا لك اكتبها على ورقة علقها أمامك في غرفتك في مكان تراها كل يوم وتتذكرها والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من المحسنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر